أكدت الأمم المتحدة أنها لم تنسحب من قطاع غزة وأن العقبات التي تعترض المساعدة الإنسانية في غزة لا تزال مستمرة وتوزيعها يتم في ظل مخاطر كبيرة وقال متحدث المنظمة الدولية استفان ديجاريك أنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن فيما يتعلق بالتحصينات التي طلبوها من إسرائيل في عملية توزيع المساعدة وذكر ديجاريك أن المنظمة لا تعمل تحت حماية القوات الإسرائيلية مؤكدا أنهم جربوا طرق مختلفة لتوزيع المساعدة وأضف أن الطريقة الوحيدة للنجاح هي وقف إطلاق النار مجددا تأكيده على ضرورة عدم أعاقة وصول المساعدات الإنسانية